السلام عليكم إخوة الأحرار في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته أسعد الله وطيب أوقاتكم بالله ورسوله وجعلنا وإياكم ممن أحبهم وقربهم واصطفاهم وأقامهم وختم لهم عليه ولأمره وجنبنا وإياكم أن نكون من الغافلين المبعدين القاعدين اللهم آمين ونتابع الأسئلة التي تعودنا عليها يوم الجمعة والسؤال اليوم مشابه يعني لسؤال من قبل ولكن يعني يختلف شيء بسيط كيف نعرف أن المتحدث ليس كغيره من المدعين على وسائل التواصل وخلونا نقعد للمسألة مش بس نجاوب على السؤال أولا مسألة ادعاء الألوهية مثل ما شفنا البعض يعني ادعاء أنه رب ولا إله أو التقول على الله وحتى بالكلام عن القرآن أو الحديث أو تفسير من قرآن وحديث بغير علم وتخصص وإلمام وشمولية كبرى في المسألة وهنا كمان ما نحكي فقط أكاديمية منبع انحدار العلماء كله أنه فصلنا الذكر والصلاة عن نبي والعلم اللدني والاتصال بالله هذا والخلوة وقيام الليل عن أكاديمية العلم فانهارت أكاديمية العلم أمام أي شيء يعني بسيط على طول بتلاقيه باع وصار فيه انفصال فلازم إنها ترجع هاي المسألة بتوازي وهون يا شباب نخص العلم الديني بالذات عن غيره من العلوم اللي هو الإفتاع عن الله أو عن رسول الله وغيره من هذه الأمور فقد وقع الإنسان بجرم وإثن كبير يصل بعضه لحد الكفر ونصب العداء لله مثل الدعاء الألوهية والربوبية ولكن الحمد لله رب العالمين دائما يصبح المدعين مسخرة الوقت مثل ما شفنا قبل فترة ومنهم من ادعى إنه رسول أو نبي مرسل من عند رب العالمين ولاحظنا البعض منهم جعل مثلا طاغية ومنقلب عسكري وعمير صهيوني وحرامي سرق البلاد كلياتها يدعو الناس للتقشف وباشتري طيارات وبسوي كل شيء هذا اللي استخفى قومه فأطاعوه يا شباب والله هذا مسخرة الوقت هذا كلياته تطرد الناس وتقولهم تقشفوا كذا وهو مليارات مليارات بس على حاله قاعد هذا يسوقهم بعصاه حتى تعرفوا إحنا فعلا أصبحنا غثاء كغثاء السيل فالبعض كمان إنه يجعلهم هذا رسل أو يا شباب التقول ولو بحرف على الحبيب صلى الله عليه وسلم ولو شاهد نور مثل ما البعض يا شباب بيكون فيه تجرؤ لما بيشوف مثلا بيعلم من الرؤية أنه هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فبتلاقيه بيحدث بسهولة بصير يحكي رأيت رسول الله وقال لي كذا كذا ولكن مات ربينا عليه واللي تعلمنا عليه وشباب كثير لما ييجي بده يحكي ووالله يوصف بالصورة المعصومة يعني بالصفات المعلومة يعني وبقوة بيحكي رأيت رجل أظن وفهم لي في الرؤية إنه رسول الله هذا هو الأدب وببلش يحكي بما معناه أو كما قال ما بنقول حرفي لاحظوا كيف هيك لازم المسألة تكون على هذه الدرجة فكل واحد ييجي مثلا والله شاهد نور وشاهد رجل لابس أبيض في أبيض وهذا كل ياته ليس رسول الله أو البعض كثير ييجي يقول لك أجاني الرسول في الصلاة وأم في الصلاة هذا كل ياته يا شباب تسعة وتسعين فاصلة تسعة وهم ما ننجر وراء هذه المسألة الحب لازم يكون والتخيل لازم يكون والأمور لازم تكون ولكن الجرغة أني أحكي عن رسول الله هنا الحذر لازم أنه يكون موجود طب ليش ما حكيت مية بالمية ما حكيت حكيت تسعة وتسعين فاصلة تسعة لأني هيك بكون حجرت رب العالمين وهذا سوء أدب مع رب العالمين فإن الله قادر على أن يفعل هذا ومن هذه الأشكال اللي هو الإدعاء على رسول الله اللي هي حذف الأحاديث وكثير يما صاروا حتى الآثار أغلبها صاروا يحذفوها ويشككوا فيها وحتى المعجزات صاروا يشككوا فيها إلى أن وصل الحال شفنا إحنا الجرأة الحين اللي هو بدناش السنة حذف الحديث كلياته ومن أشكاله كمان صرفه عن مراد الله ورسوله فيه مش بس إنكار السنة هذا جرم اللي هو إنك تفتي في الحديث وتنزله بغير موضعه مثلاً لإرضاء حاكم أو عشان شعبية الناس أو عشان إنه الناس تحكي عني يعني إني متسامح وغيره من من هذه الأشكال ومن هذه الأشكال أيضاً تكييف النص على العقل أو رد النصوص يعني الاعتراض على بعض النصوص سواء قرآن أو سنة مرجعيته في هذا هو العقل وإحنا نعلم إنه الوحي فوق العقل لأنه العقل دائماً وأبداً يا شباب مكرم وليس مقدس ليس آصل ثابت وقاعدة يركن لإلها في التشريع هو مرشد دال من أعظم نعم الله قيمة الإنسان بعقله ولكن إن نجعل إله مع الله هنا الخطأ وفكل هذه الأشكال يا شباب اللي ذكرناها هذا جعل خصم الحبيب صلى الله عليه وسلم واستهان بقدره وقدر من أرسله والعياذ بالله ومنهم من ادعى إنه المهد المنتظر سواء من سنة أو شيعة وهؤلاء أيضاً والعياذ بالله استهانوا بالله ورسوله وارتكبوا إثماً عظيماً مهلك دنيا وأخرى إلى أن نصل إلى كثير من المسلمين يدعون بأنفسهم الصلاح والولاية والوصاية على الناس ودائماً يزكوا أنفسهم والأخطر من هذا كله إنه الكثير إذا بتلاحظوا يشهد الله على كلامه وصدقه بتجرؤ بغير خشية مع إنه ربنا بحكي فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فمن هؤلاء من يدعي حكر الحق وحصره فقط في نفسه أو في حزبه ومدرسته أو في طائفته أو في بلده وهذا من السخف والطفولية في التفكير ونعود للسؤال الرئيسي وإحنا شو بدرينا أنه أنت مش منهم من هؤلاء المدعين بكل بساطة نحكي يا شباب أنتو هل رأيت المتحدث ادعى ولو بكلمة ولو بإشارة بأي مما سبق إنه والله إله ولا رسول الصف الله العظيم ولا مهدي ولا غيره من هذا ولا دائما يكرر ويردد إنا هون متبعون 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 مبلغون وليس حتى متصدرون ما بدنا نعطي الأمر غير عن المطلوب فيه فيه رسالة فبدنا نبلغها تعلمناها من الحبيب عبر حوالي عشر سنوات في النهاية وما كنا نعرف إنه بدها تظهر في آخر الفترة أمر بإظهارها فقط إنه إظهرها للمسلمين وما عليك هذا كل ما في الأمر فقط إحنا بس بنبلغ في هاي ما علينا من النتائج ما علينا في الخوض في أي إشي ما علينا من علم من نزل من قبل من رفض هذا مش علينا ما علينا إنه والله الناس تهتدي ما علينا إنه الناس تترك هذا أمر شغل رب العالمين الوظيفة محددة هو إنك تبلغ بس بلغ ما تعلمت بغير لا زيادة وحتى تحاول بدون نقصان هذا كل ما في الأمر وطبعا يا شباب من المعلوم إنه هذا كله بفضل وإحسان محب وليس بيقين باستحقاق فتقصيرنا وذنوبنا كثيرا وأغلب المسلمين بيقين أعلى من المتحدث والفقير إلى الله تقوى ومكانة وعلما لله ثم يا شباب الإدعاء إذا بتلاحظوا دائما وراسب بين رئيسيين إما لكسب مال والتكسب والأمر الثاني للشهرة فنيجي للأول بالنسبة للمال الأقارب كلهم يعلموا وهما اللي بيدهم الحسابات يعني إنه ما أنفق على هذا الأمر كتأسيس حتى إنه يكون قوي ونقدر إنه نستمر فيه حتى لفترة فقط لا يمكن إنها ترجع دراهم معدودة لا تذكر يعني وليس لها قيمة مع حجم الإنفاق اللي أنفق وما ينفق لحد الآن أسأل الله إنه يتقبل من الجميع ويجعله في ميزان حسناتهم وقربا ومحبة لله ورسوله ثم من فضل الله الجميع يعلم إن الله كفانا ماديا وآتانا من فضله ما لا نستحق فنعيش من فضل الله بأفضل حال من كثير من الناس بفضل وإحسان الله علينا لا ينقصنا شيء إلا رضا الله ورسوله ومعيتهم وقربهم وحبهم كهدف وسلوك لنا وأما بالنسبة للشهرة فهي أبغض وأثقل ما في هذا الأمر على صاحبه والكل يعلم عنه بل يعني يعتبرها نقمة تفقد خصوصية الشخص بين الناس وبتعرضه الأخطر من هذاك لعدم الإخلاص مع الله ورسوله فيعلم الناس اللي بينه وبين ربه وبينه وبين رسوله لسنين وهذا هو الخسران المبين وهذه من الأسباب القوية اللي جعلتنا نتأخر بهذا الأمر ونتأكد منه لسنين بسبب الخوف من هذه النقطة يا شباب دخر المؤمن وقيمة الشيء دائما بمحتوى أفضل شيء للعلاقة بينك وبين ربك وبينك وبين رسول الله إنها الضلب الخفاء وإنه ما يعلم عنها حد فإن ظهرت للناس شو اللي ضل بينك وبين ربك هاي من أخطر الأشياء واللي كان مخوفنا إنه يا رب يعني أذنبت إشي فعلت شيء لا يكون هذا مكر وهذا كل نوع من الخسران والعقوبة غير ما بتوقع الناس لما تيجي عند ربنا وتقول والله اللي بيني وبينك يوم القيامة كان ظاهر في الدنيا وكل الناس عرفته شو ضل لك فهذا للعاقل واللي عنده قلب واللي يدرك ما بمشي إنه يظهر اللي بينه وبين ربه وبينه وبين رسوله شو ضل وهذه من أثقل الأمور اللي أخرتنا سنين حتى نتأكد من هذا النقطة وأخيرا منحكي إنه الحقيقة القاطعة والمكان العالية للإنسان هي إنه قدره ومكانته عند رب العالمين وليس بالإدعاء بين الناس لقول تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين تسليما تسليما تسليما